ملف آخر حيث تفتح الجامعات المصرية باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب اليوم ولمدة ثلاثة أيام على أن تعلن الكشوف المبدئية للمرشحين الخميس المقبل ويتم تلقي الطعون في الثامن من نوفمبر الجاري تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في العاشر من الشهر ذاته لتبدأ عملية التصويت في السادسة عشر من نوفمبر تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي بعد غياب دام أربع سنوات عود انتخاباته لتحدث طلابية إلى الحرم الجامعي من جديد حيث يفتح اليوم باب الترشيح لانتخابات تحدث طلاب بمختلف الجامعات لمدة ثلاثة أيام على أن تعلن الكشوف المبدئية للمرشحين الخميس القادم ويتم طلق الطعون في الثامن من نوفمبر الجاري تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في العاشر من نفس الشهر ووفقا للجدول الزمني للانتخابات يبدأ الطلاب حملاتهم الدعائية بالكليات في الأربعاء الحادي عشر من نوفمبر لمدة أربعة أيام وتنطلق انتخابات الجولة الأولى يوم السادس عشر من نوفمبر والتي يتم خلالها اختيار أعضاء اللجان على مستوى الكليات كما سيتم فرز الأصوات وإعلان نتيجة في نفس اليوم وتجرى الإعادة في اليوم التالي وذلك في حال تساوي الأصوات كما تستكمل انتخابات التحاد الطلاب في ثمين عشر من نوفمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعدهم بالكليات وكذلك رئيس ونائب رئيس التحاد الطلاب كل كلية فيما تتم في ثاني والعشرين من الشهر الجاري آخر المراحل الانتخابية بانتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان تحاد الطلاب الجامعة وكذلك انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة غياب الاستقرار السياسي والامني بعد ثورة الخمس والعشرين من يناير اضافة الى اعمال الشغب والعنف في الجامعة دفعت الدولة الى تأجيل اجراء الانتخابات الطلابية طيلة السنوات الاربع الماضية مما ادى لغياب معظم اعضاء الاتحادات الطلابية حاليا بعد تخرجهم ومن جانبها اعلنت الجامعات عن استعدادها لاستقبل وتأمين الانتخابات التي تجرى وفق اللائحة الطلابية التي اشترتت قيم المرشح بانشطة طلابية ملحوظة خلال الاعوام الماضية فيما عاد طلبت السنة الاولى وان لا يكون قد وقعت عليه جزاءات تأديبية او يكون منتميا الى تنظيم سياسي او جماعات ارهابية بالاضافة الى التزام كل مرشح بتقديم برنامج انتخابي ومناقشته مع طلاب